اهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من دورة برمجة المواقع العليكترونية تعلمنا نبذة مختصرة عن لغة البرمجة بي اتش بي في المحاضرة السابقة ونوهنا انه هذه اللغة حتى تعمل لابد انه يتوفر عدنا سيرفر وهذا سيرفر ممكن يكون محلي وممكن يكون سيرفر خارجي يتم شرائه او حجزه وطبعا نوهنا من ضمن افضل السيرفرات المحلية هو السيرفر اكزامب طبعا لو اجينا على جوجل وكتبنا اكزامب رح تطلعنا هذه النتائج نجي الى اول نتيجة بحث رح نفتحنا هذا الموقع طبعا هذا الموقع هو المصنع لبرنامج اكزامب او سيرفر اكزامب طبعا عدنا هنا انواع عدنا هنا للويندوز والينوكس والاو اس ما كنتوش لابل ماك طبعا احنا حسب نظام تشغيل خاص بنا لنفرض انه نظامنا ويندوز فنجي نستخدم الويندوز بعد ما نحمل البرنامج طبعا نضغط على هذا الخيار رح تطلعنا هذه النافذة طبعا نحمله بشكل طبيعي ممكن نضغط على كيب رح يبدي الموقع يحملنا البرنامج بشكل طبيعي ممتاز طبعا حجمي البرنامج 149 ميقب طبعا انا عند البرنامج منصب طيب لو اجينا الى اللوحة الرئيسية لأكزامب واح نشاهد هذا الفيديو نجي نفتح الفيديو ونشوف شنو يظهر بي ممتاز طبعا هو يقول انه هذا البرنامج نقدر من خلاله احنا نتعامل ويه لغة البي اتش بي بالاضافة الى قواعد البيانات ماي اسي كيو ال وطبعا ايضا ان شاء الله رح يكون جزء كبير مخصص لقواعد البيانات ماي اسي كيو ال وطبعا رح نتعلم كيفية تزاوج قواعد البيانات مع لغة البرمجة بي حتى نقدر نصنع لوحة تحكم احترافية وطبعا بعد ما نحمل البرنامج ورح تطلع لنا هذه النافذة نضغط على نيكس .on windows.on the first page you can select the component طبعا عندنا هذه النافذة رح نتركها كما هي .那 whilst you want to install then select the installation directory جيد هو رح يعني نبهنا إنه رح يخليه بالc ورح يصنع له مجلد اسمه إقزامب يعني لو جينا الي السي رح نشاهد انه هذا مجلد اسمه إقزامب طبعا بعد التنصيب راح هو يضيف مجلد اسمه إكزامب في حال لو انتر تتنصبوه غير السي فلازم تغيروه من هذا المكان وطبعا عني أنصح انه يكون تنصيبه بالسي طبعا هو يقول انه هذا البرنامج برنامج قوي كلش وطبعا معتمديه أقوى أنظمة إدارة المحتوى كورد برس وجملة طبعا بعد ما نختار ناكست طبعا البرنامج ينصب ويكمل لنا عمليات التنصيب بعد التنصيب سترى التنصيب طيب فقط ملاحظة قبل ما تظهرنا هذه نافذة في النهاية طبعا راح يظهرنا نافذة بها عالمين العالم الأمريكي والعالم الألماني باعتبار أنه البرنامج هو ألماني الصنع فالشركة راح تطلب من عندنا نختار اللغة أي أما لغة ألمانية أي أما لغة إنجليزية أنا أفضل أنه نختار اللغة الإنجليزية أي الضغط على العالم الأمريكي طبعا بعدها ممكن نتنصب البرنامج وممكن يفتح في حال لو ما نفتح نجي إلى start طيب بعد ما يتنصب نجي إلى search نكتب هناك exam طبعا راح يظهرنا من أولى نتائج البحث نضغط عليه راح تظهرنا هذه النافذة واللي هي نفسه هذه النافذة طبعا أيضا إذا بحثنا هناك بstart أيضا ممكن راح نشاهد البرنامج موجود طيب وهنا نشرح إنه بعض الإعدادات إحنا حاليا في غنى عنها أهم شي إنه بعد ما ننصب البرنامج عدنا هنا أباتش وعدنا MySQL الأباتش اللي هو ممكن نستخدم به BHB والMySQL اللي هو خاص بقواعد البيانات حتى نعرف إن البرنامج تنصب نجي نضغط على Start ونضغط على Start الخاص بالPHB نشاهد إنه الأباتش والMySQL صارن باللون الأخضر أي إنه البرنامج فعال تماما فالمطلوب منعدكم بعد ما ننصب البرنامج ونشغل البرنامج طبعا بعد ما يشتغل البرنامج وتظهر هذه النصوص باللون الأخضر تلتقطون صورة للبرنامج وطبعا ترسلوها إنه حتى نعرف إنه تم تنصب البرنامج عدكم بنجاح طبعا في حال إذا البرنامج بإمكانكم إنه تستخدمون هذا الموقع للتعليم بشكل ثانى وكحل يعني هذا الموقع بإمكان نكتب به أكواد PHP يعني سيرفر PHP جاهز بإمكان نكتب به الأكواد طبعا هذا الموقع اللي هو هذا الموقع راح يتم إرفاق الرابط مع صندوق وصف المحاضرة طبعا عندنا هنا واجهة الكتابة الكود وعندنا هنا النتيجة يعني طبعا كتجربة راح نجي نجرب طبعا راح نمسح كل شي نخلي فقط البي أش بي فقط هذي علامة البي أش بي علامة الاستفهام فقط نخليها ورح نكتب مثلا رمز إيكو مثلا الإيكو نفتح كوتيشن مارك نكتب مثلا بها أورد وطبعا علامة النهاية إذا أجي هنا على إكسيكيود كود أضغط على هنا إكسيكيود كود يعني استخراج النتيجة راح ألاحظ راح يطلع عدي هنا بها أورد طبعا جيد مثل ما نلاحظ أنه النتيجة طلعت وطبعا قراننا كود البي أش بي بشكل سهل طبعا هذا كحل طارق في حال لو البرنامج إكسامب ما تنصب عندنا بإمكاننا نتعلم بهذا الموقع